موسيقى بعد التواطئ المريب لسامويل ايتو الذي قلب رأيه مليون بالمئة من الجزائر التي مرغته في الثب والقدف بعد اقصائها من الكاميرون وعاد ليدخل الجزائر كالعريث بعد اعتذار الاخيرة لما اقترفته من اخطاءه ويقلب رأيه بالكلام الماثولة الى حد استمالته بدعم الجزائر في ملف ترشيحها لتنظيم كاثيفريقيا 2025 يأتي اليوم نجم ليبيريا ورئيس بلادها جورجوية ليدعم المغرب في تنظيم نهائية كاثيفريقيا لسنة 2025 وكدب الرئيس الليبيري جورجوية ما تداوله اعلام النظام العسكري الجزائرية بخصوص دعمه لاحتضان الجزائر لمنافسات كاثيفريقيا للامم 2025 ووصف الرئيس الليبيري جورجوية في تصريحات اوردها الموقع الرسمي للحكومة الليبيرية ما سبق الترويج له من طرف اعلام العسكرة بالاخبار الكاذبة والمضللة واعرب ويا في ذات تصريحات عن دعمه الكامل والقوي للملف المغربي على غيره من الملفات وهو ما اكدوا كذلك للحكومة المغربية وقال الرئيس الليبيريا ليبيريا تؤيد وتدعم بشكل كامل محاولة المغرب لاستضافة كاثي الأمم الافريقية 2025 لقد قدمت هذا الالتذام للملك محمد الثادس واستجهد ويا بالاستثمارات الرائعة التي وصل المغرب وضعها من اجل تطوير كرة القدم مما يجعل وتستحق فرصتنا لاستضافة اكبر ميرجان افريقية لكرة القدم وقال اول واخر لعب افريقية حصل على الكرة الذهبية سنة 1995 ان المغرب جلب فخرا كبيرا لافريقيا في نهائية كاث العالم التي انتهت لتويا في الدوحة قطر وعلى هذا النحو يجب على افريقيا تكريمه بحق استضافة كاثي الأمم الافريقية 2025 وفي خبر اخر باشرة البحرية الملكية المغربية بتعاون مع شركة امريكية منذ 2021 بتثبيت نظام متطور يعمل على الامر والتحكم والاتصالات واجهزة الكمبيوتر والاستخبارات لايطاء نجاعة اكبر للعملية الميدانية للبحرية الملكية في انسجام وترابط تام مع باقي افرع القوات المسلحة الملكية وحسب منتدى القوات المسلحة الملكية من المنتدر ان تنتهي اعمال هاتف العملية في الربع الثالث من سنة 2023 وذلك في اطار تطوير انظمة الاتصال والتحكم والقيادة بمختلف اثلحة القوات المسلحة الملكية والهدف من ذلك هو زيادة الكفاءة للعملية الميدانية بالتنفيق مع باقي افرع القوات المسلحة الملكية بعد تهديد وزير جزائري لشركة سعودية بسبب اعتمادها خريطة المغرب كاملة دعوات سعودية لسحب استثماراتها من الجزائر وجهت شركة سعودية رائدة في الصناعة الادوية ضربة موجعة للكبرانات على الاراضي الجزائرية بعدما اعتمدت على ملثقاتها الدعائية خريطة القارة الافريقية تضم خريطة المغرب كاملة بدون بطر سحرائه واضهر مقطع فيديو ردة فعل تتثم بالتهديد والوعيد من طرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون التابع لحكومة نظام العسكر الجزائرية في حق مسؤولي شركة تابوك السعودية الرائدة في الصناعة الادوية خلال كلمة له داخل مصنع الشركة وطلب الوزير المذكور في بداية كلمته مسؤولي الشركة السعودية بتغيير الخريطة فورا قائلا يجب أن تصححوا الخريطة بسرعة أنتم هنا في الجزائر وموقف الجزائر تعرفونه بشأن قضية الثحراء ومباشرة بعد تداول مقطع الفيديو المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي رفض العديد من النشطاء السعوديين تصرف الوزير واعتبره إهانة واحتقار للشركات السعودية مطالبين في الوقت ذاته من السلطات والشركات السعودية عدم الاستثمار في هذا البلد المتخلف عن باقي الدول وصفين تصرف الوزير الجزائرية بالغباء وعلق مواطن سعودي على فيديو الواقع بتويتر قائلا نحن ندعم المملكة المغربية فيما قال آخر الجزائر ليست طرفا في النزاع وإنما هي النزاع بعينه وإلى جانب ذلك هاجمت كل التعليقات الوزير الجزائرية ومعه نظام العسكر محملين إياها مسؤولية الأوضاع الكارثية التي يعيش الجزائريين وأكد أوضاع الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية ومطالبين كذلك الشركات السعودية بسحب استثماراتها من الجزائر بعد محاولة مسؤولية التدخل في مواقفها تجاه الأشقاء العربة الوقت هذه في المصنع الشركة التابوك ثم مشكورين عن جزائرات في قيمين بينهم هو الملاحظة الصحولي الخريطة الخريطة جازت تتصلح بسرعة راكم في الجزائر وموقف الجزائر تم تعرفوه وقال النشط السعودي عبدالكريم العواد عندما ينتقث من خريطة بلادك حينها تتكلم يصعلوك شركة التابوك للصناعات الدوائية متعددة الصناعات وليست الأدوية فقط الشركة بحجم دولتك التي تفتقد أبسط المتطلبات لشعبها وأضاف على الشركة السعودية عدم الاستثمار في هذا البلد المتخلف عن باقي الدول ما هذا الغباء كيف لوزير أن يوجه كلامه بهذه الطريقة لمسؤول شركة تابوك للصناعات الدوائية الرائدة في صناعة الأدوية هذا وزير أم رئيس عصابة حتى أنهم لم يجرؤوا على ذكر شركة ثعودية قالوا شركة أجنبية فيما قال تركي شركة تابوك الدوائية ما حطت خريطة العالم العربي من رأسها الخريطة نفسها معترف فيها من جامعة الدول العربية ومن الأمم المتحدة فيما قال الردع الثعودية وزير الصناع الجزائري لمسؤول شركة تابوك الثعودية دولة الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب أنتم هنا في الجزائر وعليكم تصحيح الخريطة فورا وأضاف ترك استثمارات شركة تابوك اللي تدعم الاقتصاد الجزائري ومشغل نفسها في خارطة غير معتمدة بالجامعة العربية هدفها تقسيم دولة عربية مجاورة أتارت المساعدات الغذائية التي أرسلتها ليبيا إلى تونس غضب وصخط التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن الملحق الإعلامي للسفارة الليبية في تونس نعيم العشيبي أن 96 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية سكر والزيت ودقيق وأرز دخلت من ليبيا إلى تونس عبر المنفذ الحدودية رأس جديرة وهي تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين وأضاف العشيبي أنه من المتوقع وصول عدد آخر من الشاحنة الليبية المحملة بالمواد الأساسية المذكورة قادمة من طرابلس إلى تونس عبر المنفذ الحدودية في الساعات المقبلة ليصل العدد الإجمالي إلى 170 شاحنة واعتبر عددا من التونسيين أن هذه المساعدات بمثابة الإهانة حيث كانت تونس في التسعينيات تونس تقوم بحملات للمساعدات الغذائية إلى ليبيا زمن الحثار عندما كانت البلاد مستقرة ومظاهرة في المقابل تساءلا وشطاء هل باتت تونس عاجزة عن شراء موادها الغذائية الأساسية حتى تحصل عليها في شكل مساعدات وفي نفس الوقت علق القياد في حركة النهضة رفيق عبدالسلام على صفحة الخاصة بموقع الفيسبوك الحمد لله تونس في العهد القيسي السعيد بدأت على بركة الله تشهد من الأشقاء والجيران الزيت والثكر والأرز وأضاف عبدالسلام الرئيس قيسي السعيد قال إن المشكلة كلها في المحتكرين طيب لماذا لا يضرب على أيدي المحتكرين ويكف عن التثول من الخارج ترجمة نانسي قنقر شكرا